قانون الانتخاب الحالي الذي تجرع على أساسه الانتخابات للمجلس النواب التاسع عشر هي نفس القانون هو نفس القانون الذي تم انتخاب المجلس الحالي الثامن الذي انتهت ولايته الثامن عشر وبالتالي لا تغيير الأشخاص والفئات الموجودة في هذا الفيديو هي نفسها الفئات التي لا تشارك في الانتخابات طبعاً ما عدا ذلك القانون هو و هو لم يتغير نهائياً نعم دكتور حدثنا بالضبط عن الأشخاص اللي بلغوا عمر 18 سنة بالضبط كم لازم يكون عمر الشخص اللي بيقترع على الأقل عشان يقدر يصوت القانون بيقول أنه يعني القانون الانتخاب من بلغ سن الثامن عشر قبل بلغ سن الثامن عشر و ثلاثين و تسعين يوماً يوم الاقترع يعني اللي عمره صار 17 سنة و ثلاث أشهر 90 يوم نعم بكرة استطيع الاقترع هذا الفئة عددها تقريباً ما يقارب يعني لأول مرة لأول مرة سيشاركوا كهيئة ناخبة في الانتخابات حوالي 500 ألف أكثر من 500 ألف شاب و شاب نصف مليون تقريباً وهذولا ممكن يعني وجودهم بالانتخابات بهمومهم بأمالهم رح يعملوا فرق واختياراتهم أيضاً طبعاً واختياراتهم من الممكن أن تكون حاسمة جداً يعني الآن هذول المعظمهم إما هما خلصوا مدرسة نعم وبالتالي يريدهم جامعة وبالتالي يريدهم شغل إذا هم لاحقواً يريدهم يشتغلوا أمامهم مستقبل يعني هم حابين هذا المستقبل يكون سهل لهم ويفتح لهم الأبواب صح أنه الآن كثير من الشباب أنا أعلم ذلك أنهم الآن تركوا العالم مدام نتحدث عن المجموعة هاي أريد أن نتحدث عن الشباب أيضاً وهم يسمعوني أنا أعرف أنهم لهم رأيهم هم زعلنين أنا أعرف هذا الحك ونا كلنا نعرف هذا الكلام وفي اللي بدخل على مواقع التواصل الاجتماع والعالم الافتراضي يستطيع أن يرى الأحباط يرى الأحباط نعم لكن هؤلاء الناس هذه فئة مهمة هذا مستقبل بلدنا هذول أبنائنا هذول أحفادنا وبالتالي لا بد أن يتحركوا حتى يحصل التغيير إذا بكوا يعني يلعنوا الظلام في أماكن تواجدهم في العالم الافتراضي اللي هم مع فكرة في العالم الافتراضي يعيشوا حالي من الديموقراطية والحرية المرتفعة للسقف ولكن افتراضيا لكن افتراضيا نعم يعني أنت لاحظي أنت يعني لا أريد أن أتحدث لأنه الوقت لا يسمح يعني حتى هم صاروا في هذا العالم الافتراضي يعيشوا يتصوروا حياتهم كما يريدونها نعم يعني ممكن واحد تصور بجن برج إيفل مثلا نعم وهو كأنه حضر هناك يعني مثلا نوع من المداء يعني هي نوع من الفكاهة أنا أقول هذا العالم الافتراضي يجب أنا لا أقول مغادرته لابد أن تركه واقعا ولكن هناك فرصة لتطبيق هذا العالم على أرض الواقع طبعا من خلال أصوات الشباب طبعا كما حضرتك تفضلت 500 ألف عدد مشهين أبدا وبإمكان هؤلاء الشباب فعلا يعني إجراء تغيير ووضع بصمتهم باختيار المجلس المجلس النواب أقل من 40 سنة نعم أقل من 40 سنة أكثر من تقريبا من نصف الهيئة الناخبة نعم أقل من 40 سنة هذول شباب صحيح وبالتالي هذول إذا بقوا في بيوتهم وفي عالمهم الافتراضي لن يحصل التغيير سيأتي سيأتي من لا يرغبونه نعم هذه السلبية دائما يعني نحن نقول أنه هذه السلبية وعدم التوجه إلى صناديق الاقتراع منا الممكن أن توصل أشخاصا مرشحين يعني غير كفاءة وللأسف يصيروا هذول الأشخاص يتحكموا بفينة ويمكن يعني يشرعوا بطريقة إحنا ما نكون راضين عنها فدائما الرسالة هي التصوير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة